اللي همنع الزبدة ودعولي لاتشتروا فطر تاني بقى من الفران اللي بيكون معمول بمارجرين ومواد بتكون ضر علينا وكمان من غير زبدة التوريق وبنتيجة طلع زي دي حصروا الاول مرة هتطلعوا فطر مظبوط ولا غلطة في نفس الوقت هنشوف التسوية من جوا الفرن وانساوي ازاي وازاي طلع معانا مورق وبسطح نعم املة ازاي كده شايفين من جوا الفرن عامل ازاي شايفين من جوا الفرن عامل ازاي اما حاجة مسقوش لايكات كتير للفيديو واشير كتير ويلا نشوف التراول مقادير شايفين الفطر يا جماعة والطبقات من جوا عامل ازاي ماشاء الله في البداية جماعة معايا كوب وربع من المية نزلت عليهم بربع كوب من السكر تمام معايا نص كالو دقيق جماعة الاغراض او مغبوزات عليه معلقة صغيرة من الملح مش اكتر من كده بعجن المكونات كويس جدا مع بعض المدة عجنة تتراوح ما بين لسبع لتسع دقايق لحد ما العجنة تمسك عرق بسيط وتكون شبه مفتوحة تمام ما احناش عايزين نشدها عشان لو في ناس مبتدئين لسه شغالين او بيبدأوا شغل يعنوا كده تمام ما تكونش نعمة او فاسة ان تخشونا كده هنبدأ يا جماعة نغطيها ونسبها ترايح شوية ايمت تلت ساعة وبعد كده نشوف هنعمل ايه شايفين ببلاستيك راب او كس نظيفة عندك او في طبق مدهون شوية زيت واضغطت عليه بفوتة او بطبق فوقه تمام فهكذا بعد ما بنريحها ربع تلت ساعة جماعة رشد دي من فوقه من تحته بابدى افرد مستطيل ابعاده تلتين فاربعين سنتي بسمك من تلت تربع سنتي لسنتي تمام كل بيت فيه مسترة تكون خاصة لشغل المطبخ فاتقسوا بيها لو انت مبتدئين الابعاد تلتين فاربعين يا جماعة او في ايه اسهل من كده مفيش معي بعد كده يا جماعة كباية زبدة فلاح ضفطلها مع لقتين كبار من الدي وعصير ربع لمونة وببدأ عجينهم كويس جدا مع بعض وببدأ اوزعهم كده على العجينة بتاعت اللي احنا فردناها بقى بعد تلتين فاربعين لو الزبدة شدة معي بطرها بايدي ما تدخلش المايكروف يا جماعة عشان الشغل ما يطلعش مجلد ومش مظبوط كده كده الجو يعني مظبوط فمش هتشد معانا ولا حاجة تمام نطرها بايدي ومع لقتين دي الكبار معا عصير ربع لمونة وبنعجينهم كويس زي ما شفنا مع بعض وبنبدأ نوزعها كويس جدا على انحاء العجينة بتاعتي وببدأ بعد كده اقفلها رول زي ما انتم شايفين بالشكل اللي قدامكم ده وكل ما طبقات اللف بتكون كتير معايا كل يا جماعة مالفطرة هيبقى طلع منفخ ومورق زي ما شفتو معايا باذن الله وانا نصحت لكم لو انتم مبتدئين بلاش تشتغلوا بديه مغبوزات اشتغلوا بديه جماعة الاغراض اللي هو الاصيل اللي احنا بنجيبه من اي بقال جنبنا يسايبوا كده يعني واهم حاجة نبدأ نفضل هوا بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده وبنقفل كده اللي حامل تحت بعد كده هنبدأ نقطعهم يا جماعة قطع كده زي ما هنشوف كده مع بعض انا كنت قطعتهم يعني خمسة شايفين الطبقات بدام الطبقات دي معايا جوه يبقى الفطر هيتطلع معايا ولا غلطة شايفينه يا جماعة كده تمام حطه على طبق يا جماعة واغطيه تمام وقبل ما اغطيت دلو مسحة زيت كده واسبه في التلاجة ايمة نص ساعة تمام طبعا لو احنا شغلين بمرجيرين ما بحتاجش يدخل التلاجة اصلا بس بيكون ضر يا جماعة بعد كده باخد الرولات بتاعته كل رول منفرد على حده برش بديه كده بسيطة من فوق من تحت وبفرده كده وبقفله بالشكل ده في ثواني بيخلص معايا وببدأ اكور كده يا جماعة لحد ما بخلص الكمية بتاعتي بغط عليه واسبه في التلاجة ايمة ربع ساعة عشان الزبدة الفلاح دي يا جماعة زي الزبدة الطبيعية بالزبط تمام؟ انما قلت لو احنا شغلين بالمرجيرين والفقة بتاعتهم ما بحتاجش يدخل التلاجة تمام؟ باخد بعد كده كل فطرة بفرده يا جماعة بصمك نص صمت كده ما براقهاش او عشان تنطر معايا في الفرن تمام؟ وببدأ احط كل فطيرة على الصاج تمام؟ او صانية ما دهونة اي مادة دهونية بسيط وبكون مشغل الفرن على درجة حرارة 200 و 50 مقاوية او اعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق تمام؟ وقبل ما بدخله الفرن معايا شوية سامنة بلد كده سايحين ببدأ احطه على وش الفطرة عشان يديلي اللمعة والسطح الاملس والرحة اللي هتكون مميزة جداً تمام؟ شايفين من جوا الفرن؟ لو فرن ما بشتغلش من فوقه تحت انا ما بفتحش على الفطيرة اللي لحد ما تقب معايا وبراجع القعدة بتاعتها بفتح من تحت بقفل من تحت بعتزر وبولع الشواية لحد ما تاخد اللون ده كمان واحدة كده يا جماعة بعد ما لمعتها بشوية السامنة تمام؟ اللي احنا سايحناهم ودهناهم على الوش ما شاء الله قدامكم هو بنفخه كله ولا غلطة شايفين؟ ما شاء الله شايفين يا جماعة؟ شايفين الفطيرة عالوة ايه؟ هتوصل لسقف الفرن مش حاجة تعطلكم هتلتزم بكل الملاحظات دي يا جماعة وهتدعولي شايفين الفطيرة طلع مصطرة ازاي؟ ما شاء الله لحد ما بنخلص الكمية بتاعتنا قدائي الفطير خفيف ومورق ومزبوط ورهيب بألف عنا مقدما لكل اللي هيجربها نتقابل في فيديو جديد بأمر الله اشتركوا في القناة